كشفت اختبارات جديدة أن المتحور المعروف باسم أوميكرون ظهر في نيجيريا في أكتوبر الماضي أي قبل أسابيع من إعلان جنوب أفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا واليوم الأربعاء أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون وذلك لدى ثلاث مسافرين قادمين من جنوب أفريقيا مشيرا إلى أنهم وصلوا البلاد خلال الأسبوع المنصرم الفقرة الحرية النهاردة تهم كل الناس وهي كورونا ومتحور كورونا الجديد وأهم استعدادات الدولة التي اتخذتها وزارة الصحة في مختلف المواقع والمؤسسات ومدى اهتمام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في هذا المجال